السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب والطالبات الدبلومات الفنية نظام السلاس والخمس سنوات قسم نجارة الأسئس النهاردة هناخد مادة العمليات الصناعية وهنتكلم عن الأسئلة أو أهم الأسئلة اللي بتيجي في امتحانات الدبلوم الدور التاني طبعا اتعرضنا في الدور الأولاني لبعض الأسئلة وكنا ادينا عنها تنويه النهاردة هنتكلم برضو على أسئلة مهمة جدا في مادة العمليات الصناعية وهنتكلم ازاي احنا بنحلها ازاي ان احنا بنراع دقة الرسم ازاي السؤال بتاعنا بيبقى فيه الإجابة طبعا النهاردة بالنسبة لمادة العمليات احنا قلنا ان انت ممكن تستفاد منها في مادة الرسم الفني بمعنى ان بنقول ان مادة العمليات ومادة الرسم الفني هما مواد توأم يعني الاتنين واغدين من بعض العمليات بتاخد بشكل أوسع الجزئية اللي احنا نتكلم فيها يعني مثلا لو هنتكلم على الأدراج ففي مادة الرسم الفني بيجي لك موعية واحدة من الدرج اللي هو بيتحرك على ازدابة او درجين متجاورين ولكن في مادة العمليات الصناعية بنتكلم بشكل كبير جدا وبشكل أوسع على مادة العمليات الأدراج بتتحرك فيها إزاي الطريقة بتاعة التحريك الأدراج المتتجورة الأدراج المتتالية الأسئلة بتيجي فيها إزاي الأدراج المعلقة الأدراج الميلة واجه الدرج بيبقى شكله إزاي في القطاع الأفك بيبقى شكله إزاي في القطاع الجانبي بيبقى شكله إزاي في القطاع الرأس بيبقى شكله إزاي طبعاً الكلام ده كله لازم نبقى عارفين إن مادة العمليات الصناعية بتشرح الكلام ده باستفادة كبيرة جدا طيب ما نجي للدولف الدولف في جميع أنواعها في امتحان الرسم الفني بيجي الدولف بشكل نموذج أو اثنين يعني دولف زجواجية وبيجي دولفة خشبية أما في مادة العمليات الصناعية بنتكلم بشكل كبير جدا على الدولف سواء متحركة أو تفتح وتختفي أو سكرتيرة وطريقة تحركها الدولفة الخشبية ذات الحشوات الدولفة الخشبية العادية طريقة التحريك في القطاع الأفقي طريقة التحريك في القطاع الجانبي بتبقى شكلها إيه في القطاع الرأسي طبعا الدولفة المحورية اللي احنا بنشوفها في المطابق الكلام ده كله بندرسه بشكل أوسع في مادة العمليات الصناعية ونقدر نستفاد بالكلام دوت اللي بيفهم مادة العمليات كويس بيقدر يحل رسم كويس جدا يعني أنا لو كويس في مادة العمليات إيه الفرق ما بينهم يا مستر؟ الفرق ما بينهم إن أنا عندي مادة العمليات الصناعية بتدرس أجزاء قطاعات ولكن مادة الرسم الفني بتدرس قطاع كامل بتدرس قطاع كامل يعني أنا مثلا ما جاء أدرس الدرج بدرس وجه الدرج يهمين الجزئية ديت جزء من قطاع أما في مادة الرسم الفني بدرس القطاع بشكل كبير جدا طيب تعالوا النهاردة نتعرف على الأسئلة اللي بتيجي في الدبلوم وإزاي إحنا بنحلها بشكل كويس جدا عشان نجيب درجة كويسة في امتحان الدبلوم أنا اتعرض النهاردة على أول حاجة سؤال بيقول لي بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج بارز سنة عن التقفيصة ركز في السؤال بيقول لي بجزء من القطاع الجانبي يبقى أنا عايز قطاع الجانبي بلوني لإيه الأزرق درج بارز سنة عن التقفيصة تعالوا نشوف التقفيصة بتاعتنا قادي قرصة وقادي قاعة طيب إيه دا يا مستر قال لي دا كونتر بلا كي إيه الكنتر بلا كي دوت قال لي ان الكنتر بلا كي دوت عبارة عن الواح نص مصنعة داخلها فيها خشب طبيعي وداخلها فيها الجزء الصناعي ان احنا بنعمل سدايب السدايب دي تقديمي يا مستر قلنا قبل كده في حلقات سابقة ان الجزء دوت بيبقى سمك التخانة يعني ممكن اخد واحد ونص اقسمها او اخد خمسة واربعين واطلع خمسة واربعين وانزل خمسة واربعين بقدر ان انا بكده اقسم التخانات بتاعتي واعمل ما بينهم فواصل طبعا السدايب بنقول عليها متعكسة طيب ايه اللي فو ديت يا مستر قال لي ديت اشرة الاكومي اللي احنا بنعمل بتحفظ لنا السدايب بتاعتنا طيب الكنتر دوت قد ايه قال لي الكنتر دوت بيبقى واحد وثمانية اتنين اتنين واثنين ده السمك بتاعه طبعا المقاسات بتاعة اللوحة الكنتر احنا مش مطالبين فيها قال لي في مادة المؤيسات فمش نتكلم عنها دلوقتي طيب ايه اللي قدام دوت قال لي دوت القشاط ده قشاط يعني ايه قشاط يا مستر قال لي ان انا العلبة عندي لازم يركب لها قشاط عشان يحمي الكنتر ويحمي اشرة الاكومي من التشليع طيب تعالى نبص للقاع نفس الكلام بتاع القرصة بالزبط زي ما احنا شرحنا الجزء اللي فوق دوت طيب تعالى دوت ايه يا مستر قال لي دوت وجه درج طيب ودوت ايه القاع احنا اولا بنفسص السؤال بتاعنا قال لي بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج بارس سنة طيب ايه نسبة البروز قادة البروز بتاع الدرج بتاعي اللي هو بارس سنة عن التقفيصة قادة التقفيصة بتاعتي اهيت زي ما احنا شايفينها وده نسبة البروز بتاع الدرج اللي احنا بنعمله طيب تعالى نتعرض لسؤال تاني ونقول طبعا القطاع الجانبي باللون الازرق طيب بنقول بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج يغطي نص التخانة طيب فين التخانة يا مستر قال لي ان التخانة اللي هي ديت اللي هي القاع اللي هو شايفينه دوت اللي هو 2 و 2 أو 2 أو 1 و 8 طيب نبص كده قادي وجه الدرج قادي تقفيصة بتاعتي قرصة وقادي قاع وقادي وجه الدرج بيغطي نص التخانة نص التخانة بتاعتي لو 2 بناخد 1 سنتي تمام لو التخانة بتاعتي بتقسم نص التخانة أو بتجيبها بشكل تأديري ودية بترجع لأصول الصنعة طيب أنا عايز أعرف إيه ده جوه دوت ده أبلاكاش طيب دوت علاقته إيه بالدرج قال إن علاقت الدرج الأبلاكاش البعد بتاعه دوت علاقته بيه إيه شرة الهكوميه اللي هي القاع بتاع العلبة بتبدأ إن أنت تقيس من هنا تاخد خد ما لكش دعوه بنص التخانة اللي تحت بتبدأ تاخد خط كده وهمي وبتبدأ تاخد 45-45 وبتطلع نص التخانة وبتبدأ تعمل المفحار بتاعك المفحار بتاعك دوت إيه بيتعمل ازاي قال ان الفحار بتخش تلت التخانة او نص التخانة والسمك بتاعه بيبقى خمسة ملي خمسة ايه ملي تمام يبقى ظهر الدرج دوت داخل القاع بتاع الدرج داخل المفحار بتاعه خمسة ملي طب ايه ده ده القبلكاش بتاعي اربعة ملي اللي هو واحد اتنين واحد طيب واحد واثنين يبقى ثلاثة واحد يبقى اربعة تمام طيب انت عامله خمسة ملي ليه مصدر قالك ان الخمسة ملي دوت عشان اقدر احركه في قلب المفحار مش هيبقى اللي بلاكاش اربعة ملي والمفحار بتاعي اربعة ملي فهيعمل عملية حشر في قلب الجزء وممكن يدايقني وما يخشش في قلب المفحار فلازم المفحار بنعمله تحريك ملي تمام يبقى دوت طيب وجه الدرج دوت قد ايه قال ان وجه الدرج دوت اتنين سنتي اتنين سنتي او اتنين واثنين على حسب ما انت يعني انت عملته اتنين سنتي تمام عملته اتنين واثنين تمام برضو تمام لان ديت المقاسات بتاعت وجه الدرج طيب جنب الدرج بيبقى ايه يا مصدر قال لدرج جنب الدرج بيبقى نص تخانة الوش والدهر لنفس القصة طيب يعني ايه الكلام دوت قال لي يعني دوت لو اتنين واثنين يبقى جنب الدرج واحد وواحد طيب دوت لو اتنين سنتي هيبقى جنب الدرج واحد سنتي تعال نتعرض لسؤال تاني بيقول لي بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج يغطي نص التخانة على افريز ايه ده يعني ايه على افريز يا مستر تعال فصص معنا السؤال معايا واحدة واحدة ونعرف يعني ايه اولا قطاع جانبي يعني باللون الازرق قطاع جانبي يعني باللون الايه الازرق طيب ارسم وجه درج يغطي نص التخانة طب ما انت قلتلي السؤال ده قبل كده يا مستر قالك لا هو هنا طلب طلب زيادة وهو على افريز عن التقفيص يعني الفريس دوت هنعمله التقفيصة هنعمله في قلب الأشاط تمام طب تعال نشوف الرسم نتعرض للرسم ونشوفها هنحل السؤال دوت ازاي طبعا أبناءنا الطلبة لو ركزوا في قلب السؤال هيلاقوا فيه الإجابة طيب نبص كده ونلاقي قد التقفيصة بتاعتي ايه ده ده الأشاط بتاعي اللي انت كنت بتقولي من 8 مل الواحد سنتي 8 مل الواحد سنتي بقى كبير طب ايه سر الكبر بتاعه دوت المستر قالك ما انت سيادتك هتعمل فيه الإفريس اللي أنا طلبته منك هنا والدرج اللي فوقيه طيب ايه اللي انت عملته دوت هنا قال لي ان دوت حاجة اسمها لحام زكر وأنسة طيب أنا ما عملتوش لطش ليه ايه سر اننا ركزت اننا اعمل لحام زكر وأنسة او اي لحام من اللحمات وعملته بالشكل دوت قال لو انت عملته لطش الدرج دوت بيبقى محمل على الإفريس دوت اللي هو على الأشاط فسهل جدا انه هو مهما كان اللازق بتاعه هيفوق فانا بعمله عملية صناعية اللي هي لحام الزكر وأنسة او إفريس او اين كان اللحام اللي أنا هعمله بقدر اقوى بيه القشاط بتاعي ونفس الكلام وش الدرج بيبقى 2 و2 أو 2 سمتي تمام طيب ايه اللي فوق دوت انا مش مطالب ان انا اعمل كذا درج تحت بعض ولكن انا ببين للمصحح او للي هيبص على ورقة الامتحام بتاعتي ان انا فاهم ان انا الجزء دوت انا مش ادخل فيه إفريس انا دخل إفريس للدرج اللي فوقي ونفس الكلام ولكن انا مبكملش شغلي اذا بقطع كده بس ببين له الجزء اللي فوق دوت لان دوت درجين متتاليين فوق بعضهم بس انا ببين له ان انا لو هعمل درجين فوق بعض يبقى الدرج اللي فوقي هيبقى نفس الكلام اللي انا شايفه قدامي دوت تعالى نتعرض لسؤال تا طبعا قطاع جانبي هيبقى باللون الازرق تعالى نتعرض لسؤال تاني ونقول ان انا عندي قطاع جانبي ارسم قطاع جانبي خلاص لوجه درج يغطي التخانة يبقى التخانة دي قول الله يا مصدر هتتغطى ولكن ولا إفريس ولا اي حاجة هنعمل شغلين عادي ولكن الوجه وش الدرج دوت هيبقى برة خالص طب تعالى نشوف الرسمة اه دي الرسمة بتاعتنا اه دي وش الدرج و اه دي الهرصة و اه دي القاع و اه دي طيب نسبة الابلاكاش بتاعتي برضو قولنا ان هي بتتقاس من هنا لهنا ماليش دعوة ما بقس من هنا لهنا هتقس من هنا لهنا تخش في قلب الكنتر مش هينفع تمام ولو قس من هنا لهنا هتبقى على الكنتر نفسه فمش هينفع خلاص طب تعالى هنا بيغطي التخانة كلها و ده اللي بنلاقيه في معظم المكاتب بتاعت الديكوريشن بتاعتنا تمام يبقى هنا بص على السؤال كويس جدا بيقولك بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج يغطي التخانة عن التقفيصة يبقى دوت بيغطي التخانة كلها تمام و نفس الكلام اللي احنا بنشرحه فيه الاضراج ان الكنتر بتاعنا اتنين سنتي اشتقومية اتنين ميلي السدايب بنقول واحد ونص او خمسة واربعين بالمسلس بتاعتك وهنا القشاط بتاعتك يا عيمين تمانية لواحد سنتي طب محدش قال لي القشاط دوت في الدرج اللي قابله دوت كان قدي ايه يا مستر القشاط دوت بتعمله اربعة لخمسة سنتي يعني ايه الكلام دوت يا مستر قال لي يعني انا هنا وش الدرج ده واخد اتنين الاتنين دولت ممكن اعملهم جزء هنا واحد سنتي وواحد سنتي زكر وانسة وممكن اعملهم خمسة سنتي و اعمل هنا اتنين سنتي وهنا واحد ونص وهنا واحد ونص عشان تبقى محملة ايهما صح الاتنين اجابات صح مية في المية ودية اصول صنعية تعالى نشوف سؤال تاني بيقول لي ارسم قطاع رأسي لأدراج تتحرك على سدائب بينهم خط فاصل ايه السؤال دوت قال لي ادراج رأسي يعني ايه تتحرك على سدائب بينهم خط فاصل ده سؤال مهم جدا يا جماعة ومعظم قطع الاساس بتاعتنا ادي الادراج اللي بنقول عليها متتالية قطاع رأسي هو يبقى قطاع رأسي باللون ايه الاصفر وبتحدده باللون الاسود تمام تعالى بص كده معايا ادي التقفيصة بتاعتي قرصة وادي قاع وادي جنب مش مهم اعمل الجنب التاني مش هتفرق معايا طي جنب الدرج ده بيبقى دي يا مستر قال لي جنب الدرج ده وقت بيبقى نص تخانة الوش يعني كام قال لي اتنين سنط الوش يبقى الجنب 11 ملي ويه نفس السيمترية اللي انا بعمل بيها الـ 45 و 45 وبنزل نص التخانة وبعمل المفحور بتاعي 5 ملي نفس الكلام طيب الصدابة بتاعتي دهية يا مستر بيه تبقى قدي قال لي الصدابة بتاعتي دهية تبقى 1.5 في 1.5 1.5 في 2 اللي 2 المأسين صح 100 في المية تمام طيب طبعا قلنا ان القطاع الرأسي باللون الاسود وبيتحدد وبتلون باللون الاصفر طيب تعالى بيقولك ارسم قطاع جانبي لأدراك تتحرك على سدائب بينهما خط فاصل بينهما خط فاصل ايه ده هو نمش ده نفس السؤال يا مستر قال لي اه نفس السؤال ولكن ركز شوية كده في السؤال بتاعي هنا كان قطاع رأسي هنا قطاع جانبي الناس خلت بالها نفس السؤال ان ابناءنا الطلب بيغلطوا في الحتة دي كتير جدا واول ما بيطلب منهم يقولك المستر قال تتحرك بينهما خط فاصل بعنس ده بقى 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 محاطط ضيد لا يا حبيبي انت دلوقتي يا بابا انت ركز معي وقول انما ده رأسي وده جانبي خلاص كلمة رأسه جانبي فرقهم فرق شاسع جدا طيب تعال نبص على القطاع الجانبي هيبان معيها ايه هيبان معي القرصة وهيبان معي القاع وقاد الدرجين طيب استدابة فين اللي هي كانت هنا مشي استدابة ديت هنا كده هتلاقيها اللي هي ديت جزء دوت ولكن ماسك الجانب كله ومسبت بمسانير طيب تعال نتعرف على المأسات بتاعة الدرج تاني عشان ابناءنا الطلبة استدابة قولنا ديت 1.5 او 2 سنطر الارتفاع بتاعها البروز هنا كان 1.5 وفي 1.5 خلي برضو عشان ما نلغبطش الناس نقول ان هي 1.5 في 1.5 وش الدرج دوت هيبقى كامل يا جماعة قال لي وش الدرج دوت هيبقى 2 سنطي المفحار دوت نفس القصة بيخش التلت بتاع التخانة ونفس المأسات اللي احنا بنعملها بتاعة القشاب 8 الواحد سنطي والكنتر 2 سنطي وش تركومية 2 ملي و45 بيجيب لك التخانة بتاعتك تمام؟ طيب استدابة هيت وقادي استدابة اللي تحت اهيت بس في القطاع الجانبي ركز ما بين الاسئلة لان الاسئلة ممكن تلغبطت لانك انت بتبص على نفس السؤال بس ما بتاخدش بالك من كلمة القطاع طبعا القطاع الجانبي باللون الازرق تعال نتعرض على اسئلة تاني من اسئلة الادراج ونشوف سؤال بيقول ارسم قطاع رأسي لادراج تتحرك على شامبر يعني قطاع رأسي ركز على كلمة رأسي ديت كويس جدا لادراج تتحرك على شامبر يبقى انا هعمل شامبر دي الطريقة بتاعتنا القديمة جدا اللي هي من قديم الازل بنعملها في نجارة الاساس طب تعال نبص عليها كده اه دي القطاع الرأسي بتاعي قلنا باللون الاصفر تمام؟ اه دي جنب الدرج اه دي جنب الدرج طيب دي كانت هنا استدابة ده شامبر وده اللسان بتاعه اللي داخل بتاع المفحار بتاع الشامبر الشامبر يا جماعة بيبقى عبارة عن اي مراس قد الرأس بتاعتنا طيب الرأس دي بتبقى قد يا مستر قال للرأس دي بتبقى من 4 على 5 سنتيه ودوت سمك السدابة برضو اللي هي كانت السدابة عندنا واحد ونص في واحد ونص ممكن دي تعملها 2 سنتيه او تعملها واحد ونص برضو والرأس نفس القصة بتخش هنا نص التخانة او تلتين التخانة على حسب ما انت بترسم كلها اصول صناعية صح وبتبدأ تنفذ جنب الدرج دوت لأدراك تتحرك على شامبر تمام؟ تعالنا تعرض لسؤال تاني دي كلها اسئلة عن الادراج يا جماعة الادراج مهمة جدا وموضوع اسئلة سواء بالنسبة للدور الاول او الدور التاني ارسم قطاع جنب لأدراك تتحرك على شامبر ايه ده؟ مش نفس السؤال قولنا يا جماعة ركز معايا ركز معايا رأسي غير جانبي رأسي غير جانبي هو نفس السؤال ولكن جانبي طب تعالنا نبص عليها كده ادي الجانبي بتاعي ادي الشامبر ادي الراس ولكن مش باينها فيها النقر واللسان اللي احنا عملنا هنا و ادي التكملة بتاعة الاين بتاعنا و ادي وش الدرج و اش الدرج و ادي القبلكاش خلاص؟ طبعا باللون الازرع تعالنا نتعرض لسؤال تاني الله بص بقى ركز معايا في السؤال دوت بيقولك ارسم قطاع رأسي يوضح تحريك درجين متجاورين افقيا على قاع العلبة بينهما خط فاصل درجين ايه؟ متجاورين درجين ايه؟ متجاورين يعني ايه درجين متجاورين يا مستر قال لي يعني درجين متجاورين افقيا على قاع العلبة يفصلهم خط لحام يفصلهم ايه؟ خط لحام طيب تعالى بص على الرسمة بتاعتنا ايهنا الرسمة بتاعتنا اهيت ادي التقفيصة بتاعتك اهيتك جميلة قلنا ان التقفيصة بتاعت 2 سنتي ادي 2 سنتي خلاص و ادي درج و ادي درج طب انا هيبان معايا ايه في الدرج يا مستر تعالى نركز في القطعة الاساسي اللي قدامنا دي قبل نشرح ده جماعة قطعة اساس اللي احنا بنعمل عليها الشغل بتاعنا دولت الدرجين دولت درجين متتاليين يعني درجين فوق بعض الدرجين المتجاورين بيبقوا جنب بعض بالشكل جنب بعض كده بيبقى الدرج ده جنب الدرج ده طيب انا لما قطعت هنا الدرج عندي هنا ايبان في ايه؟ تعالى نفتح درج من النوم ونشوف ادي الدرج بتاعنا اهول انا لما جيت فتحت الدرج بتاعي دولت وقطعت هنا الدرج بتاعي كده خلاص عشان اباين قطاع رأسي هيبان معايا ايه؟ هيبان معايا الجنب ده والجنب دوت والقبلكاش والخط بتاع الضهر هيبان معايا ايه؟ الخط بتاع الايه؟ الضهر تمام؟ يبقى الوش دوت هيتشال خلاص هيبان معايا جنبين الدرج تمام؟ زي ما احنا شايفين كده ويه ده جنبين الدرج اهم خلاص؟ وعندي القاع هيدا هيبان اللي هو القبلكاش بتاعنا طيب ده درجة هو وهادي الدرج التاني بتاعنا نحن ولي نطلعه كده طيب احنا حبينا ان الدرجة التاني بيبقى جنبه اجماعة درجين جنب بعض متجاورين بيفصلهم ما بينهم ايه؟ سدابة او بنقول عليها قادي الدرجة هوت وقادي السدابة وقادي الدرجة التاني بيبقى جنبه بالشكل دو درج درجين متجاورين طيب درجين متتالين زي ما احنا عندنا في الشكل اللي قدامنا دو بيبقى الدرج تحت الدرج تمام؟ السدابة دي بتبقى متسبتها فوق وتحت تبقى متسبتها فوق وتحت خلاص؟ طيب انا ده في القطاع الرأسي ده في القطاع الرأسي طيب لو كان جاي لقطاع افقي هتبص كده من فوق هيبان معايا ايه؟ هيبان معايا وش درج أيباد معنا جنبين أيبان معنا الضهر وإلقاء أيبان إيه تهشير بس معنا إيه تهشير بس يبقى أنا أيبان لما جي أقطع أفقي أيبان وش درق وش ترق من الجنبين الضهر من الجنبين الضهر خلاص وهيبان معايا استدابة بتثبتها اللي هي موجودة ما بين الضرجين ما بين الضرج اليمين والضرج الشمال تمام طيب يبقى احنا تاني الحتة دي فرق ما بين الرأسي والجانبي الفرق ما بين هم ان الحاجات اللي هي محتويات الدرج هي اللي هتبان معي اللي هي ايه في الجانبي هتبان معي ايه لو انا هقطع جانبي لا يا مستر انت قلت دي درجين متقطعين عندي رأسي وعندي اوفك بس تمام يبقى في الرأسي هتبان معانا وش جنبين وهيبان معايا الضهر وهيبان معايا القاع والسدابة والدرج التاني نفس الكلام في الرأسي الافقي هيبان معايا كل محتويات الدرج وش وجنبين وضهر والسدابة تعال نبص على الرسمة بتاعتنا بقى في القطاع نفسه اهيت بصوا يا جماعة هنا التقفيصة بتاعدي التقفيصة بتاعت اللي هي هنا في الرسمة معايا ديت التقفيصة اللي داخل فيها الدرج قادي الجنب وقادي الوش وقادي القاع بفترض ان دي نهايتها هنا اهيت اللي هو الجزء دو هنبص على الرسمة على القطاع كده بص هنا معايا هنا قادي التقفيصة بتاعتي قادي سمك الكنتر قرصة وقادي درج يمين ودرج شمين درج يمين ودرج شمين تمام تعال نبص كده على هنا الجنب هنا قادي القبلكاش وقادي السدابة اللي احنا بنقول عليها السدابة اللي احنا بنقول عليها السدابة دي كان في كم يا جماعة السدابة اتنين في واحد اتنين في واحد اتنين في واحد طيب أدي جنب 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 الدرج بيبقى فيه كام جنب يا جماعة جنبين طيب درجة أربعة جنب لأنهم درجين متجاورين يفسرهم خط الحامل لأن الدرج دوت هيقفل مع الدرج دوت تمام خلاص ده القابلكاش طبعا بتاعنا طيب الكنتر ده كله قد يقولنا أنه هو 2 سنطر اللي هي التقفيصة بتاعتنا طيب تعال نتعرض لسؤال تاني في نفس الموضوع ونشوف هيجي السؤال ازاي نفس السؤال نفس السؤال يا جماعة بيقول لي ارسم قطاع أفقي ليوضح تحريك درجين متجاورين أفقيا على قاعة العلبة بينهم خط الحام هو هو نفس السؤال يا جماعة ولكن أنا عايزه قطاع أفقي مش قطاع رأسي اللي احنا كنا لسه شرحينه عن رسمة دلوقتي تعال نبص على القطاع الأفقي أهو قادي القطاع الأفقي بتاعي قادي الجنب العلبة هو وجنب العلبة هو وزي ما أنا شرحت لك على الدرج قادي جنبين الدرج بينه ده الجنبين الدرج ايه؟ بينه وقادي وجه الدرج وقادي ظهر الدرج قادي جنبين طيب التجميع الصناعية بتاعتهم ايه مستر؟ قال لي ان دوت هيجمع بكعب غنفاري نص ظهر طيب ودوت قال لي دوت مديرها هيجمع بكعب غنفاري جرار طيب دوت علاقته بالوش فقط لغير ليه؟ قال لي ان الظهر هيجمع مع جنب العلبة بكعب غنفاري ظهر كعب غنفاري ايه؟ ظهر يا جماعة لازم نركز في التركيب الصناعية ديت لان التركيب الصناعية ديت من الحاجات اللي هي ديت اصول صناعة وبتبين الطالب اللي فاهم والطالب اللي مش فاهم اننا ابقى فاهم نجارة اساس صح لازم ابقى فاهم تركيب صناعية ان الظهر دوت جزء مخفي فمش هتفرق معي والكعب الغنفاري الظهر بيبقى قوة ومتانة في التركيب الصناعية طيب ايه دا يا مستر اللي ورا دوت قال لي ان ديت التقفيصة بتاعتي اللي انا بعملها عشان ابين له ان انا فاهم بعمله الظهر بتاع العلبة ولكن انا شغل كله على الاضراج والسدابة اللي ما بينهم اللي هي بين قدامك ديت قاعدة درج اليمين وقاعدة درج الشمال طيب ايه اللي انت عامله في النص دوت الفراغ اللي انت عامله في النص دوت يا مستر وايه الفراغ دوت وايه الفراغ دوت دا اسمه اختزال فيه الطول وفيه العرض للناس اللي هي ترسم رسم فني يبقى انا بعمل اختزال فيه الطول لاني مش اقدر اجيب له المساحة الحقيقية بتاعة الدرج فبضطر ان انا اعمل حاجة اسمها اختزال لاني شغال بالمقاسات الطبعية وبعمل اختزال فيه الاطوال وفي العروض تمام؟ عشان أبدأ أبين له إن أنا طالب فاهم أبدأ أعمل له عملية ضم بعملية الاختزال طيب وش الدرج هنا بين قد يا جماعة قلنا وش الدرج اتنين سانتي نفس السيمترية بتاعة الأدراك كلها واحد بمقاستها يعني أنا مش هاجف في القطاع الرأسي أقولك إن جنب الدرج دوك كان واحد سانتي وهنا بقى واحد وواحد لا استحالة دوت هيبقى في الرأسي نفس الكلام ولكن احنا بنشوفه بشكل قطاع بشكل تاني طيب إيه اللي في النص دوت ديت مسامير تربيط ليه استدابة طيب فين خط الفاصل أهو تعال نبص نتعرض لأسئلة تانية في نفس السياق ارسم قطاع رأسي يوضح تحريك درجين متجاورين أفقيا على استدابة مفرزة يبقى هو نفس السؤال ولكن اختلف معايا طرق التحريك بتاعتي أو طرق الفايسل ما بين الدرجين إنه هو مش عايز استدابة عادية هو عايز استدابة مفرزة عايز استدابة إيه؟ مفرزة تعال نشوف استدابة المفرزة آه دي نفس التقفيص يا جماعة آه هي التقفيص بتاعتي ما فيهاش أي حاجة مش شرط إن انت تعمل لي كويل أو تتجمع بيه ما يهمينيش التقفيص أنا يهميني الشغل اللي جوه طيب فين استدابة المفرزة اللي انت بتقول لي فيها في السؤال بتاعي مستر آه دي استدابة المفرزة بتاعتي أهيت؟ اللي هي شايفينها دي ادهت التفريزة طيب نرسمها ازاي مستر؟ قال إن استدابة دي ات 4 في 2 سنتي يعني ارتفاع 2 سنتي في 4 طول طيب أعمل إيه؟ قال لخش من هنا سنتي وانزل سنتي هتعمل التفريزة طيب النحية التانية هانزل سنتي وهامشي سنتي يبقى عملت التفريزة تمام؟ طيب ركبت جنب الدرج دوت جنب الدرج التاني هيبقى ميل لازم تعمله حل يوازي التفريزة دية طيب أعمل إيه يا مستر؟ قال لت تعمل نفس الارتفاع ولا يزيد ملي ولا إيه اللي ملي السدابة تانية تحمل جنب الدرج التاني طيب أعمل إيه يا مستر؟ قال لإننا الارتفاع بتاعي دوت ستندر معدية طيب ديت الارتفاع بتاعي دوت قد إيه؟ قال لي ان الارتفاع بالستدابة! وقولله كان اتنين سنتي! وانزلت منهم سنتي! اتبقى من الاثنين سنتي.. واحد سنتي طب الواحد سنتي دوت اللي بئي معايا دوت هعمل نفس الارتفاع بتاعة السدابة. اللي جنبه واحد سنتي تاني يبقى نفس الارتفاعات بتاعة السدابة اللي هي المفرزة هو نفس الارتفاع بتاعت دوت طب دوت قد إيه?! قال لي برهветك! مفيش مشكلة! خليته واحد ونص! مفيش مشكلة خليته أكتر ما فيش مشكلة ولكن المقاس الصحي بتاعه اللي هو النموذجي بنقول عليه واحد ونص في ارتفاع واحد طب ليه الارتفاع واحد قال لي أنا مرتبط بالستدابة الموجودة المفرزة الموجودة في النص دي طيب نفس الكلام إننا ناحية التانية هتحط استدابة واحد ونص في الارتفاع بتاعك واحد نفس الكلام طب إيه اللي بين وراء دوتي مستر قال لك دوة القبلكاش اللي احنا قلنا عليه اللي هو الظهر بتاع العلبة ضهر العلبة مش الابلكاش الابلكاش أهوة خلاص ده ضهر العلبة الابلكاش بتاع القاع قادي القاع وقادي الظهر ضهر العلبة بيبقى خاسص نص سنطي عن الظهر تمام تعال نشوف القطاع السؤال بتاع القطاع الأفقي ركز بقى معي هنا ارسم قطاع رأسي ركز معي بص هنا قال لي ايه نفس السؤال ارسم قطاع أفقي قطاع أفقي قطاع أفقي أبناءنا الطلبة ما يتغرش بالسؤال بيجي لك حتة أفقي متجاورين أفقيا متجاورين أفقيا لما يجي لك رأسي متجاورين أفقيا ولكن هو عايزه رأسي هنا بيقول لك ارسم قطاع أفقي يوضح تحريك دورجين متجاورين أفقيا على سدابة مفرزة على سدابة مفرزة تعالوا نبص كده فين السدابة المفرزة؟ مبدأيا قبل كل شيء؟ أي قادي السدابة المفرزة قادي التفريزة بتاعتها وقادي السدابة وقادي الدورج اليمين وقادي الدورج الشمال نفس التركيب الصناعية اللي احنا قلناها في الدراج بشكل عام من ساعة من بدأنا أسئل على الدراج خلاص يبقى دورجين متجاورين أفقيا يفصلهم سدابة مفرزة ده قطاع إيه يا مستر ده قطاع أفق باللون الإيه يا مستر باللون الأحمر باللون الأحمر تاني قطاع رأسي باللون الأصفر قطاع جانبي باللون الأزرق قطاع أفق باللون الأحمر ارسم قطاع رأسي يتحرك على مفحار بجنب الدورج وسدابة بجنب العلبة سؤال جميل جدا تعال بص بقا أنا عايز قطاع رأسي قطاع رأسي قطاع رأسي قطاع الدورج مفحار بجنب العلبة بجنب الدورج مفحار بجنب الدورج أهوة قطاع المفحار جنب الدورج أهوة عملت فيه مفحار وسدابة في جنب العلبة قطاع السدابة بجنب العلبة افصل دية عن دية هيبقى هي الإجابة جماعة في السؤال نفسه الإجابة في السؤال يعني انت لما تركز في السؤال عندنا هتلاقي ان الاجابة جواه هو عايز مفحار في جنب الدرج قادل مفحار في جنب الدرج انت بتفصلها واحدة واحدة قادل مفحار في جنب الدرج طيب سدابة في قلب العلبة طبعا بتثبت السدابة قبل ما تمشي الدرج بتاعي ونفس القصة هنا الابلكاش بتاعي وان واحد اتنين واحد اللي هو الابلكاش بتاعي السمك بتاعه والمفحار طبعا خمسة مل بص يا جماعة هنا قادل مفحار في جنب الدرج هو وقادل السدابة طبعا احنا كشفين ديت عشان تبدأ تشوف السدابة متثبت ازاي طيب وعملنا تخيل ان احنا فتحنا الدرج من ناحية تانية تكملته هيبقى علاقته ايه بالقاع قادل مفحار بتاعنا للدرج لما زقنا الورا تخيلي ده شغل تخيلي يا جماعة عشان محدش يقول لي ايه ده هو الدرج طالع من قدام وان ورا لأ الدرج بيطلع من قدام ولكن دوت شكل تخيلي ان انا بكمل لك المفحار في جزء مخفي عندي بين تقولك علاقته بالقاع بالدهر ده شكله ايه تمام وقادل السدابة بتاعتي اللي في جنب الدرج اهيه قادل السدابة ونفس الطريقة انا عملتك درجة مفتوح من الخلف ومن الامام ودرجة مقفول خالص عشان تشوف السدابة بتاعتك بتركز فين بالزبط ارسم قطاع رأسي لدرجة يتحرك على مفحار بجنب العلبة واسدابة ايه ده مش ده نفس السؤال لا 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 خالص خالص مالوش علاقة باللي قابليه ولكن التشابه ما بينهم انت ركز في السؤال ركز في السؤال قطاع رأسي لدرجة تحرك على مفحار بجنب العلبة مش مفحار بجنب الدرج بقى التاني كان مفحار بجنب الايه الدرج وسدابة السدابة تعكست بقى في جنب الدرج بص الرسمة هتحس ان هي هي نفسي بتاعت اللي فاتت ولكن معكوسة هنا المفحار بقى في جنب العلبة قادل المفحار اهو بقى في جنب العلبة والسدابة متسبتة في جنب الدرج اهي زي ما احنا شايفين هنا السدابة تثبتت في جنب الدرج والمفحار عكس الرسمة اللي فاتت تماما عكس طارية التحريك كان المرة اللي فاتت الرسمة اللي فاتت كان المفحار في جنب الدرج والسدابة هي اللي في جنب العلبة دلوقتي المفحار اللي في جنب العلبة والسدابة في جنب الدرج بص هنا نفس القصة اهيت ادي السدابة بتاعتي في جنب العلبة والمفحار عاملوا في جنب الدرج ارسم قطاع رأسي لدرج يبعد عن جنب العلبة يتحرك على سدابة مفرزة يبقى ركز معي في السؤال قطاع رأسي لدرج يبعد عن جنب العلبة يبقى أنا عندي جنب العلبة قطاع درج هيبعد طب هيبعد ازاي ما لازم تديني حل يعني ازاي يبعد عن جنب العلبة قال لي عن طريق التفريز بقى بص للسدابة المفرزة ديت هابدأ ان أنا أعمل تفريز ليها هيحللي المشكلة تعال بص كده قد جنب العلبة وقاد الصدابة المفرزة وقاد البعد اللي هو طلبه الصدابة المفرزة ديت كان في كم يا مستر بقى قال لي اتنين في اتنين اتنين في اتنين أو واحد ونص في اتنين واحد ونص هنا واحد ونص سيبه أو أخليها واحد وواحد واسيب مفحار الملي دوت من ضمن الواحد سنتي الداخلي يبقى تسع ملي اللي باقيين معاها طيب اللي ارتفاع بتاعها اتنين طب اتنين ليه؟ قال لي عشان أقدر أن أنا أثبت المصمار دوت وميشلعش معايا أو يفلق معايا حتة السدابة خلاص يبقى ده مفحار بجنب يبقى ده درج يبعد عن جنب العلبة أدي البعد بتاعي ده طب بعد عن طريق إيه؟ سدابة مفرزة وإحنا عارفين تفريزة طبعا بتخش واحد في عرض الدرج واحد يبقى واحد في واحد نفس التفريزة ركز في السؤال تاني ارسم قطاع رأسي لدرج يبعد عن جنب العلبة يتحرك على سدابة مفرزة ده شكل مفكك عشان نقدر أن احنا نتخيل برضو شكل التفريزة بتاعة جنب الدرج ارسم قطاع رأسي يوضح تحريك درج على سدابة خشبية داخل مفحار بجنب العلبة ومفحار في رأس خشبية أسفل الأرصا كده أول ما لقينا رأس خشبية يبقى ده درج معلق على طول ده درج معلق على طول تعال نبص على الشغل بتاعنا فصاصها واحدة واحدة يرسم قطاع رأسي طبعا ده قطاع رأسي يوضح سدابة قادي السدابة الخشبية داخل مفحار قادي السدابة الخشبية اللي داخل مفحار بجنب الدرج أهيت قادي المفحار داخل في جنب الدرج فيه رأس خشبي آدي رأس الخشبي وآدي المفحار بتاعي التاني خلاص مسبتة أسفل كورس آدي القرصة وآدي الراس بتاعتنا طيب تعال نتعرض للمقسات بتاعتنا ونقول إن أنا السدابة بتاعت دي بعملها 2.5 في 2.5 اللي هي الراس الخشبية بتاعتي طبعا درجة معروف إنه هو 1 سنتي اللي أبل كاش بتاعي 5 ملي مفحار و4 ملي أبل كاش نشوف سؤال تاني إرسم قطاع رأسي يوضح تحريج درجة على استدابة خشبية مسبتة بجنب الدرج وداخل إفريز فيه رأس خشبية أسفل الأرصة آدي تحريج درجة على استدابة خشبية آدي استدابة هي مسبتة بجنب الدرج فيه إفريز فيه الرأس الخشبية أسفل الأرصة معلش يا جماعة إحنا هنجر شوية عشان إحنا عندنا أسئلة كتير والوقت هيسرقنا دعنا نخش على أسئلة على الظرف المنزلقة الزجاجية المنزلقة مهم جدا باب الضلف دوت إن احنا نتكلم عنه قال بجزء من القطاع الجانبي ارسم دلفة زجاجية منزلقة داخل مجرى معدنية لطشة ودوت من الحاجات الشائعة أو الحاجات القديمة بتاعتنا اللي احنا المفروض بنعرفها كويس في نجارة الأساس تعالوا نبص هنا قطاع جانبي يبقى باللون الأزرق ضلفة زجاجية منزلقة على مجرى معدنية لطش يبقى لطش يبقى أنت تعمل المجرى المعدنية ديت اللي هي الشغل التقليدي بتاعنا بتاع الفترين بتاع المكاتب بتاع زمان اللي انت موجود لغاية دلوقتي الحل السريع لتحريك الضرف المنزلقة ديت بتبقى في الغالب ألمونيا أو معدن أو بلاستيك اللي هو معالج كيميائي طيب تعالوا نبص على المجرى بتاعتي ديت وتقول لي مقاستها إيه عشان أبقى فاهم أعمل المجرى ديت إزاي مستر أولا ديت تقفيصة وقلنا أن التقفيصة ديت 2 سنطي تمام فوق وتحت طب البعد ما بين القرصة والقاع بتبقى قد إيه قال للبعد بتاعهم برحتك ما فيش أي مشكلة خالص عايز تخليهم عشرة تسعة تمانية سبعة برحتك على حسب كررست الإجابة بتاعتك ولكن يعمل لي اختزال هنا في النص عشان المسافة الحجم بتاعي بيبقى حجم طبيعي طيب المجرى بتاعتي ديت مقاستها إيه يا مستر قال لي المجرى بتاعتي بتاعتي ديت بتبقى 2 ملي 8 ملي 2 ملي 8 ملي 2 ملي فيه ارتفاع 2 ملي 8 ملي يبقى 1 سنطي اللي ارتفاع بتاعها يبقى اللحمية بتاعتك ولها 2 ملي طب اشمعنا 8 ملي لاني استخدمت إزاز 7 ملي وبسيب ملي تحريك ممكن أكبر الدوت جزء داخل ده لو استخدم إزاز أعلى أو أقل آه ينفع ولكن احنا بنختار لك حاجة تقدر تديلك المعلومة وتقدر ترسمها بسرعة وبترسمها بجودة اللي هي 2-8 يبقى 10 ملي و 2-8 يبقى 10 و 2 بتقفلهم في الآخر تبقى انت عملت المجرى بشكل مزبوط جدا طب إيه اللي تحت دوت يا مستر قال لي دوتك وتشك عشان أبدأ أركب فيه الضالفة الزجاجية بتاعتي بضغط على الكاويتش وبعد كده بسيب الضالفة بترتفع معايا وببدأ إن أنا أشتغل عليها بشكل كبير جدا طيب إيه اللي فوق دوت قال لي دوت مصمار بتبدأ تاخده 45 طريقة رسم المصمار البرمة بتاخد 45-45 فيه التلتين بتاع المجرى وبتبدأ تخش به على حسب ما انت عايز يعني ممكن أخش به النص أو التلتين اللي هو البرمة ولكن الراز بتاعة المصمار بتبقى دخلة في قلب المجرى بالشكل اللي انت شايفه معانا دوت طيب الإزاز يا جماعة التشير بتاعه بيبقى شكل خطوط متعكسة اللي هي بنقول عليها لمعة الإزاز تعالي نتعرض لسؤال تاني في الضلف بيقولك بجزء من قطاع الجانبي ارسم درفة زجاجية منزلقة داخل المجرى معدنية غطسة هي نفس المجرى ولكن هتبقى غطسة تعالي بص كده قادي نفس المجرى ولكن غطستها في نص التخانة طبعا يا جماعة انا مش اقدر ان انا اشرح التفاصيل لاني الوقت وعايز اعرض اكبر قدر من الاسئلة عندي نفس المجرى هيت بنفس المقاسات بس بغطسة نص التخانة وبسبتها بمسامير ونفس طريقة الرسم اللي فاتت تعالي نخش على سؤال تاني الضرف السكرتيرا الضرف السكرتيرا ديت من الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات بشكل كبير جدا تعالي بجزء من قطاع تنفيذي ماشي ارسم قطاع جانبي يوضح تحريك الضرف السكرتيرا تتحرك بعادة وترتكز اسفل الرف تعالي بص كده قادي القرصة وقادي القاع وقادي الضرفة نفسها طيب ايه يا ميستر دوت قال لي ده شكل تخيلي طيب انا بخش يد ايه بخش قيمة القشاط وبعدها قيمة الضرفة اللي هي اتنين سنتي وبعد كده باخد صدادة واحد ونص في واحد ونص الصدادة ديت واحد ونص في واحد ونص واحد يقول لي ان لا انا عايز اعملها اتنين واحد ونص واحد في واحد ما فيش اي مشكلة خالص ما عنديش اي ادنى مشكلة طيب بعد كده ببدأ ااخد القاع مع نهاية الضرفة يعني قادي ايه يا ميستر اللي انت هتسيبه عشان ابدأ اعمل القاع بتاعي قال لي ادي سنتي اشاط واثنين سنتي ادي ثلاثة سنتي بتبدأ تاخد من بعد الثلاثة سنتي القاع بتاعك طيب ببدأ اعمل الضرفة وهي بتخيلها هوية مفتوحة ببدأ اخش اشاط ضارب في اشاط مش اشاط ضارب في اشاط اشاط بعد اشاط يعني الاشاط ده مسلم للاشاط دوت بحيث لو انا حطيت الاشاط على الاشاط هتبقى اولا مش محملة تاني حاجة انا عايز الاشاط ده يحمل على الكنتر والاشاط ده يحمل على الكنتر تمام فببدأ ارسلها بالشكل اللي قدامي دوت وببدأ اعمل المحور بتاعي طب العقب بتاعي دوت مولتليش المقسات بتاعته قدي يا ميستر العقب بتاعي دوت تمانية ميلي عرض طوله من اربعة لخمسة سنتي بتبدأ تاخد خمسة واربعين خمسة واربعين وتجيب المحور بتاعك بتاع المصمار وبتبدأ تجيب المحور عن طريق خمسة واربعين خمسة واربعين وتجيب المحور اللي هي بدأ يتحرك عليه الدليك اللي هو بتاع العقب طيب المصمار اللي في النص بتاخد نص المسافة وبتبدأ تعمل فيها نفس قطرة دايرة اللي انت عملته فيه قبل كده ماشي؟ فيه اي مشكلة في الضرفة السكرتالي جماعة؟ قرصة قاع وعرفنا بعدها قد ايه؟ وقادة الضرفة وقادة تخيل بتاعها بعد قفلها والتخيل بتاعها بعد فتحها اللي هي الشكل بتاعها النهائي طيب بيقول لي بجزء من قطاع تنفيذي ارسم قطاع جانبي يوضح تحريك ضلفة سكرتالي تتحرك بمفصلة وترتكز اسفل الرف طبعا سؤال شرح نفسه وبيقول اننا هبدل العقب بتاع دوت بمفصلة سهلة جدا زي ما احنا شايفينها هيت دي الضرفة نفس الكلام نفس طريقة الرسم نفس كل حاجة ولكن بدلت العقب الجميل اللي قدامي دوت بمفصلة اللي انت شايفها قدامك ديت وبكده تبقى انت قدرت تتحقق جزء كبير جدا ان انت ترسم الرسمتين بمجهود بسيط جدا ان انت تعرف مقاسات ديت علاقة تترسم ديت خلاص ديت تتحط مفصلة ممكن ارسمها بطريقة ديت ممكن تسيب الضرفة ديت مفتوحة وتعمل التخيل بتاعة تسيب المفصلة لكن قفلتها بتباين المفصلة اكتر اتضم بتاعتها المفصلة نخش على سؤال تاني طبعا قطاع جانبي باللون الازرق نخش على سؤال تاني ضرفة خشبية تفتح وتختفي الى الداخل من الاسئلة المهمة جدا يا جماعة اللي هي بنقول عليها في غاية الروعة ويحاجة من التراث القديم اللي هي بتشوفها في بيوتنا القديمة اللي هي كنا بنقفلت فيها على التلفزيون بتاعنا اي او منظاهر عشان ااا نحمي ااا التلفزيون من اي عبس الضرفة خشبية ديت موجودة من زمان جدا في البيوت القديمة ونبص على الأسئلة بتاعتها بيقول بقطاع جانبي بجزء من قطاع تنفيذي قرس من قطاع جانبي لضالفة خشبية تفتح إلى أعلى وتختفي أسفل القرصة بعقب عادة تعالوا نبص كده آدي القرصة وآدي القاع وآدي السدابة تعالوا نبص هنا على قطعة الأساس اللي قدامنا دي ونشوف الضالفة التي تفتح وتختفي هتبقى شكلها إيه آدي الضالفة هي تمام؟ الضالفة دي بتفتح وتختفي تحت القاعة طبعا إحنا عاملين شكل مبسط هي ما تبقاش الضالفة تبقى مسبتها بالدليج نفسه بتاع العقب بحيث أن العقب نفسه بيهرب من المجرى بتاعته ويبدأ يخش تحت القاعة تعالوا بص كده آدي الضالفة بتاعتي عايزة أقفل على الحاجة بتاعتي أهيت أم فتح الضالفة وأم قافل تمام؟ طيب عايزة أفتحها أم شادد الضالفة بتاعتي أهيت وأم سحبها وأم منازل تحت القاعة دي تفتح وتختفي تحت القاعة طيب تعالوا نبص كده أنا عندي شيل الضالفة نفسها أنا عندي أرصة وعندي القاع بتاعها خلاص أهمت وعندي الجنبين طيب هنا الضالفة بتاعتي دية إيه اللي هو دوة؟ قالك دوة رفة أو سدابة خلاص وأحيانا بمبدلهم بعجلة وتقدر تتحرك عليها الضالفة بتاعتي دية تبدأ تتحرك عليها الضالفة بتاعتي دية يعني دية قرصة وأدي قاعة بنبدأ نتحرك عليهم بناء على طريقة التحريك بتاعتي بناء طريقة التحريك بتاعتي يعني أدي القرصة وأدي القاعة وأدي تختفي تحت الايه؟ القاعة طب تختفي تحت القرصة؟ اهي تختفي تحت القرصة ولكن بتعمل لها الشكل بتاعها طيب تعالوا نبص على الرسومات بتاعتنا عشان الوقت بتاعنا بدأ يسرقنا تعالوا نبص كده آدي آدي القرصة وآدي القاعة وآدي السدابة بتاعتنا وقادي الضالفة بتفتح كده وتخش تحت القرصة دي اللي أنا شرحتها لك على المكات كانت تحت الرسمة دي تحت القرصة خلاص تحت الايه؟ القرصة طيب تعالوا نبص على سؤال تاني تفتح وتختفي فين بقى؟ إلى قاعدة تحت القاعة اللي أنا شرحتها لك دلوقتي بص كده الرسمة بتاعتها اهي بتفتح بالشكل دوت وتختفي تحت القاعة قادي الثدابة اللي بتختفي ما بينهم الضالفة نفسها وبنقدر ان احنا نبص على الشكل بتاعها بتفتح كده وتخش زي ما وردتها لك على المكات طيب معلش نقول المقاسات بتاعتها سريعا؟ المقاسات بتاعتها كونتر 2 سنطي وشاط بنقول عليه 1 سنطي وي ذكر وأنسة بيخش عشان يبدأ يحمي الجزء بتاعنا دوت بنقول عليه 1 سنطي الثدابة بتاعتي 1 سنطي التخانة بتاعتي بتاعت الضالفة بتبقى 2 وبتسيب ملي تحريك بتاخد سدابة تانية أو رف تاني أو بتبدلهم بعجلة الضالفة بتاعتي اهية زي ما انت شايفها 2 سنطي والعقب بتاعي زي ما احنا عارفين 8 ملي والطول بتاعه من 4 ل 5 سنطي بتبدأ ان انت نفس الكلام بالنسبة تفتح وتختفي تحت القرصة قادي 2 سنطي الاخريز بالقشاط بتاعي نفس الكلام بالنسبة للسدابة بتبقى 1 سنطي بالنسبة للفراغ ده بيبقى عرض الضالفة بزيادة ملي وهنا الارصة الاضافية اللي احنا شفناها على المكتة عندنا وكده نبقى خلصنا الضالفة التي تفتح وتختفي تعالي نخش على ضرفة محورية بسرعة كده نشوفها انا عندي ضرفة محورية بغطسة بعقب عدل اهي ادي العقب العدل ودي الغطوس بتاعها وقيمة القشاط اللي هي نسبة الغطسة بتاعة الضالفة تعالي نبص على الضالفة تانية بجزء من قطاع افقي كل الضرف المحورية قطاع افقي كل الضرف المحورية قطاع افقي طيب لو مخدمها هتبقى برقبة عدلة تعالي نبص على السؤال بتاعنا ادي الجنب ودي الضالفة نفسها ودي العقب بتاعي بنقول عليه من 4 أو من 5 ل 6 سنطي ودي الرجبة بتاعتي اللي هي بنقول عليها برقبة عدلة للمحوة بتاعها زي ما احنا شايفينه كده تعالي نشوف سؤال تاني أسئلة ذات الحشوات أنا عندي حشوة إفريز ولطش و مفحار آدي دية المفحار بتاخد 1 سنطي 1 سنطي 1 سنطي 1 سنطي بتبدأ تعمل مفحار إمتق واحد ونص في واحد دي ذات المفحار طب تعالي نشوف سؤال تاني بيقول لي ذات بإفريز هنشيل الجزء اللي فوق دوت ونعمل إفريز أهوات زي ما احنا شايفين أدي الرأس الخشبية أدي الإفريز اللي عندنا أهوات أدي الشكل بتاعنا وأدي باكتة اللي احنا بنقدر أن احنا نسبت بيها الجزء بتاع الحشوة بتاعتنا طب تعالي للشكل رقم 3 وهي لطش اللطش دية يا جماعة بنقدر أن احنا نشوف نشيل فيها جزء اللي فوق وجزء اللي تحت وأدي القيم بتاع الباب بتاع ضلفة بتاعتي أو بتاع الحشوة بتاعتي وببدأ أحط باكتة فوق وباكتة تحت وببدأ أشتغل معاهم بشكل كبير جدا وهنا قادي الحشوة بتاعتي طبعا يا جماعة احنا النهاردة اتعرضنا لأسئلة مهمة جدا في مادة العمليات الصناعية قدرنا من خلالها نشرح الأدراج بجميع أنواعها قدرنا نشرح الدولف بجميع أنواعها قدرنا أن احنا نلم جزء كبير في امتحانات الدور التاني لأبنائنا الطلبة نتمنى ليهم التوفيق والنجاح إن شاء الله كنت معكم أستاذ أحمد عقل معلم أول الصناعات الخشبية شكرا ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وبركاته